ينضم إلينا من البصرة المستشار السابق لشؤون المياه والزراعة في المحافظة والخبير المائي علاء البدران سيد علاء أرحب بك معنا إلى هذه النشرة إذن دعنا نبدأ بأسباب انخفاض الخزين المائي بنسبة 12% حسب ما أعلنت وزارة الموارد المائية وكيف سيؤثر هذا الانخفاض على حد خبرتك على كل المجالات الحياتية المتعلقة بالمياه تحديدا على الخطط الزراعية نعم تحية لكم ولمشاهديكم المعلوم أن الخزين المائي الآن في العراق أقل من النصف في كل سدود والخزانات هذه من البيانات التي هي مثبتة من قبل وزارة التخطيط ووزارة الموارد المائية الموضوع الذي خص التفاوض هو ليس موضوع جديد لكن الوزارة الجديدة وضعت ضمن أولوياتها موضوع التفاوض للحصول على حصص مائية عادلة باعتبار أنه الوضع المائي في العراق ليس الخزين المائي العراقي وإنما ما يحصل عليه العراق من دول المنبع على اعتبار أنه مثلا في البصرة نهر الكارون مؤثر جدا على الملوحة شط العرب في ديالة نفس الشيء نهر سيروان بالنسبة للروافد التي أغلبها تصب من خارج العراق إلى نهر دجلة إضافة إلى نهر دجلة والفرات التي هي أنهار رئيسية الموضوع ليس فقط لأغراض الزراعة أيضا لأغراض توليد الكهرباء وأيضا لأغراض مياه الشرب على اعتبار أنه نوعية المياه في معظم المحافظات الآن أصبحت رديئة لاستخداماته في مشاريع الشرب أو الإسالة وبالتالي التفاوض لا بد منه لوضع حلول عادلة سيد علاء تعتقد أن المفاوض العراقي له قدرة على إقناع كل من تركيا وإيران وسوريا على تقاسم هذا الضرر؟ والله هو المفروض قبل تقريبا خبس أو ست يام كان عندنا ورشة في بغداد وتحدثنا في هذا الموضوع أنا باعتقادي أنه نحتاج إلى مفاوضين قانونيين لأنه فنيا الآن ما عندنا مشاكل يعني معروفة كل المتطلبات العراق باستخداماتها للمياه يعني مثلا إيران الطالب العراق الآن بالرجوع إلى اتفاقية 75 وقبول العراق بها رغم أنه فيها ما فيها يعني هذا يحتاج لها إعادة تفاوض بالنسبة لتركيا وسوريا على اعتبار أنه نار الفرات تركيا والعراق على نار دجلة وتركيا وسوريا والعراق على نار الفرات أعداد السكان في الدول هذه يعني هي المتجاورة اللي هي متشاطئة في ازدياد كبير يعني إحنا آخر اتفاق أو آخر معاهدات كانت مع تركيا في بداية الثمانينات بعدها كانت يعني ليست اتفاقيات وإنما هي فقط اجتماعات للتقاس وللأسف لم تتوصل لنا نتائج يعني سكان العراق عام 18 ليس الآن هو سكان العراق يعني بين هذه الدول المتشاطئة ما كان لها خبراء قانونيين سيد علاء وحتى ذلك الخبراء القانونيين إذا ذهبوا مع هذا الوفد الجديد هل لديهم سلطة وسيلة للضغط على هذه الدول لتقاسم الضرار مع العراق أم سترفع القضية إلى الأمم المتحدة وسيطول الموضوع طبعا هو أكيد يعني لأن حضرتك يمكن تعرفين أنه تركيا ما زالت تصر على أنه نهر دجل أو نهر دجل والفرات أنهار عابرة للحدود يعني ما تعتبرها أنهار دولية هذه مشكلة قانونيا إذا لم نحصل على أدلة أو خلنقول أنه في التفاوض إلى حلول عادلة قانونية معناتها لازم نلجأ إلى الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية للمطالبة بحقنا لأنه الضرر الآن يعني هو غير متعمد من تركيا أو حتى إيران على اعتبار أنه المشاكل المناخية الحلول الداخلية سيد علاء لكن الضرر لابد من تقاسبه يعني واضح بشكل قانوني ووفق معاهدة واضح الحلول الداخلية يعني هل نتوقع يعني هذا الموسم زيادة في الأمطار الحلول الداخلية يؤدي ذلك إلى من البحيرات يعني وسائل ريح حديث استهلاك المياه الجوفية الخزين المائي العراقي الآن ربما يحتاج إلى أرقام هائلة وكبيرة جدا حتى نصل إلى ما كان عليه الخزين المائي قبل أربع أو ثلاث سنوات يعني الآن ربما استنفذنا أكثر من ستين مليار متر مكعبي يعني هذا رقم موسهل العراق بسبب يعني طرق الرأي البدائية عدا يعني مناطق قليلة جدا منه بيها مشاكل يعني استخدامات المياه بشكل مفرط الأمطار طبعا أكيد هي الهدور أساسي خبراء الأنواع الجوية ربما يبشرون بين فترة وفترة أنه أكو أمطار لكن هي المشكلة أنه الخزين المياه الجوفية وخزين المياه السطحية التي هي خلف السدود هذه تحتاج لها إلى كميات كبيرة ما ممكن أنه بالأمطار أو بالظروف العادية رح تنمي يعني تنمي للخزانات وبالتالي إحنا يضيع من عندنا موسم زراعي وضيع من عندنا كميات مياه نحتاجها وبالتالي أصلا هو يعني التفاوض مطلوب جدا وأعتقد أنه هذه القطوة أعلن عنها وزير الموارد المائية حال استيزارة وذكر عدة نقاط وأعتقد أنه المفاوضات هي مو فقط تشكيل وفد يذهب يعني للتفاوض لمرة واحدة لا يفترض أولا أن تكون بيننا وبين الدول المتشاطئة مراكز رصد مشترك هذه أولا تصاريف البيئة ثانيا يصير تفاهم على تشغيل منظومات السدود في كل دول المنطقة يفترض يكون هذا الموضوع يعني في إيران أو في تركيا أو في سوريا لا بد أنه يكون عمل مشترك ووصلة الفكرة وبعد ذلك حتى نحدد احتياجاتنا ومواسمنا للزراعة أو غيرها أعتقد هذا الموضوع هو هذا الذي أشير إليه ممتنى كثيرا لك على حضوري كمانا مباشرة من البصرة المستشار السابق لشؤون المياه وزراعة في المحافظة والخبير المائي علاء البدران شكرا جزيلا لك